الظاهر أن السياسة لا تبرز علنا من خلال الخطابات بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب وكاملا هاريس المشهد كان على هذا المنوال في المناظرة بين جو بايدن ودونالد ترامب حينها كانت المبارزة الكلامية مبنية على التنمر كالعمر والحركة وغيرهما قبل المبارزة المنتظرة يوم الثلاثاء بين ترامب وهاريس تعتمد المرشحة الديمقراطية بإطلالاتها على سياسة الرئيس السابق باراك أوباما المبنية على مصطلحين الأمل والتغيير مصطلحان أو صلاة إلى البيت الأبيض كأول رئيس من أصحاب البشر الدكنة هاريس تستخدم السياسة نفسها مع إطفاء كلمة الفرح على حملتها الرئاسية سعية لتكون أول إمرأة من أصول أسيوية تتقلد أرفع منصب في البلاد وذلك بالاعتماد على المشاعر لجذب الجمهور بسياسة ليست جديدة على المشهد الأمريكي اللقطات هذه لبايدن وهو يبكي أثناء وداعه للحياة السياسية خير دليل على ذلك وترامب سيد اللعبة إذ يعتمد على أسلوب التركيز على إثارة المشاعر بدلا من الخوض في السياسات في الحملة الانتخابية في هذه الحملة ركز الرئيس السابق على ما سماه غزو المهاجرين للولايات المتحدة وقال أن كاملة هاريس ستجلب الجريمة والفوضى والدمار والموت المشاعر تغط أيضا على خطاب هاريس في شأن دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة إذ حاولت إرضاء المنتقدين الديمقراطيين التحول في الأسلوب لبث رسالة تثير المشاعر بحسب خبراء استراتيجية سياسية فعالة ومع بقاء أقل من شهرا على الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني تظهر استطلاعات للرأي تقاربا في الحظوظ بين المرشحين في عدد من الولايات المتأرجحة خصوصا جورجيا وأريزونا المناظرة التلفزيونية بين هاريس وترامب يوم الثلاثاء المقبل ستكون اختبارا مهما لهما فهي أول مناظرة منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الصباق حيث أطفى ترشح هاريس حيوية على تأييد الحزب الديمقراطي والمتبرعين لحملتها الانتخابية حيث جمعت 361 مليون دولار في أب ما منحها أفضلية واضحة في السيولة المتاحة لديها عن ترامب